بسم الله الرحمن الرحيم النهاردة بإذن الله هنتكلم عن net present value كيفية إيجاد net present value ودي تعتبر طريقة من أهم طرق للمفضلة ما بين المشروعات اللي ممكن تعرض على المهندس عشان يعمل لها evaluation يبقى the net present value of an investment is it is assembly to difference between cash outflow and cash inflow يبقى عندي فيه cash positive وفيه cash negative أنا بحط الكاش البوزيتب بإشارته positive والnegative negative وأجيب net present عبارة عن submission بتاع present value اللي هي benefit أو positive ناقص present value اللي هي cost اللي هي negative وفي الحالة ديات لو أنا عندي بقارن مشاريع يبقى المشروع المصاحب لأعلى net present value هو الأفضل ولو مشروع واحد لازم من net present value ويطلع بال positive علشان أقدر أقول أنه ده مشروع مربح بالنسبة لي لو أنا أعاوز أدرس مشروع بسيط الانيشال انفستمنت اللي هو الاستثمار الأولي بتاع المشروع 100 ألف دولار والبروجيكت لايف عبارة عن عشر سنوات والصالف جباليو المقصود بيه تمن بيع المعدة في نهاية العمر أو يسموه السكراب بيع الخردة في نهاية العمر والانيوال ريسيبت اللي هو الإرادات السنوية اللي عندي أربعين ألف والانيوال اللي هو المصاريف السنوية عبارة عن اتنين وعشرين ألف وسعر الفايدة مرة أحسبها لي اتناشر في المية ولو حسبت اتناشر في المية أوكي أحسب لي مرة كمان تمنتاشر في المية سعر الفايدة انيوال ديسكاونت ريت أو الانترست ريت اللي عندي لو أنا قلت البرزنت الانيوال ريسيبت اللي هو الاربعين ألف أضربه في الفاكتور توفاين بي جابا ني علشان باثناشر في المية لعشر سنين أجيب قيمته والسالبش بالي اعتبر رقم في الفيوتشر أجيبه بريزنت توفاين بي جابا نيف والسالبش بالي اللي عندي عشرين ألف لا بوزط في كله لكن الإرادات اللي هي بي النيجاتيب اللي عندي اعتبر المصروفات اللي هي 22 ألف أجيبها بريزنت وهي أنيوال واثناشر في المية وبعدين الانيشال انفستيمنت عندي تيب سوصفر اللي هو ثمن المعدة في الأصل ميت ألف وبعدين النيت بريزنت باليو عبارة عن 8124 يبقى الرقم ده أكبر من الزيرو يبقى هذا المشروع اكسبتابل لو حبينا نلخص الكلام ده شوية هنقول والله هذا الكاش في لو دايجرام أنا لو اعتبرت الكوست تحت هقول والله الأول حاجة أنا اشتريت المكنة اللي عندي اللي هو الانيشال انفستيمنت بميت ألف وبعدين دي كمان في ديسبارس منت 22 ألف في كل سنة من السنوات على امتداد عمر المشروع اللي عندي اللي هو عشر سنوات لحد إن بتساوي عشر دي وفي طبعا إيرادات فوق بوزيتف هذه الإيرادات أيضا على عمر المشروع كله وهذه الإيرادات اللي هي الانيوال أيضا عبارة عن اه 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 عبارة عن أربعين ألف في السنة وفي السنة الأخيرة ببيع المعدة بسالفج باليو عبارة عن عشرين ألف علشان اجيب البرزنت في الحالة دي لو أنا خدت ده ناحية كده يبقى الميت ألف علشان اجيب النيت بريزن يبقى ناقص ميت ألف مش هتتضرب في أي حاجة خالص لإنك انت واقف عند الزيرو لكن ممكن تقول كمان ناقص الرقم اللي هو المصروفات اللي عندي اللي هي 22 ألف يبقى ناقص 22 ألف الرقم ده علشان اجيبه في البرزنت أنا عاوز اجيبه بريزنت وهو أنيول وحسب سعر الفايدة اللي هو 12% وعشر سنين أجيب الرقم ده من الجدول وبعدين أقول ما عادش في حاجة تحت أبصه فوق يبقى زائد اللي عندي 40 ألف في نفس الفاكتور اللي هو وحسب سعر الفايدة 12% وعشر سنين يتفضل لي هذا الرقم فيه عشان اجيبه هنا هو في البرزنت يبقى زائد 20 ألف أو ديب بريزنت وهو فيوتشر وسعر الفايدة 12 ألف وعشر سنين واحد يقول لي يا دكتور هل ممكن أقول الرقم ده بوزيتف الرقم ده نيجيتف ويتضربه في نفس الفاكتور أترحمه بعد صح لأنه طالما هما سيمتريك ما فيش مشكلة عندي السنين والصالبج باليو عشرة والأنوال ريسيبت والأنوال ديسبرسمن نفس الكلام ده هو بدل ما أجيب بريزنت أجيب فيوتشر أنا ممكن أخذ الحل اللي هناك أخذ البرزنت اللي موجود في المسألة في الحل هناك أضربه في الفاكتور علشان أجيب F في الفاكتور to find F given B وحسب 12% وعشر سنين وبقى أنا خلصت بس لو أنا متأكد أن الحل الأولين بتاع البرزنت سليم بدل ما عمله مفردات من الأول لكن لو أنا عاوز أعمله من الأول الـ 40,000 أضربه في الفاكتور to find F given A والصالبج باليو زي ما هو مش هيتضرب في حاجة لأنه هو في الآخر وبعدين الانوال تسبرنس 22,000 أضربه في الفاكتور to find F given A و12% والإنيشال أودها future وهي present يطلع net future value عندي 25,000 وبأنت لو خدت الرقم دوك هدربته على طول في الفاكتور to find F given B هيدي نفس الناتج بدون الدوشة اللي ممكن تعمله هنا بس بشارط تكون واخد بالك من الحل قرارك في البرزنت أو في يبقى قرار واحد لأن البرنسيبال واحدة حندي يبقى زي ما قلت لك إن الحل ممكن تاخد البرزنت value ديت ممكن تجيبها من إنك أنت تضرب 25 كلام ده في الفاكتور to find be given F يطلع الحل اللي عندك بهذا الشكل اللي عند إذن ممكن حل واحد يجيب لك الحل التاني بسهولة وشاكرين ونشوف كو في المرة القادمة